الاول بالقطب القضاء لمكافحة الارهاب البقى بحالة سراعة للمحامي العيش الهمامي وذلك اثر استنطاقه بخصوص القضية المتعلقة بتكوين وفاق بغاية التآمر على امن الدولة الداخلي كما يأصدر قضي التحقيق قرارا بتحجير السفر عن الهمامي ومنعه من الظهور بالاماكن العامة قضية القضية اللي ما تتهماش اذك كل ما عنيش الحق نتداوله القضية القضية ما عنيش نتداول انا مش جزء في القضية متعلقة بتكوين وفاق بغاية التآمر على امن الدولة الداخلي هنه نحكيه على المحامي عيش الهمامي اللي هو يترافع الموقفين ايه تكوين وفاق ايه عليه انت شنو نقلقك في المسألة والله ايش بشا قول لك التكييف ظهر لي هكا كاينو آآ غريب شوية نحنا هكا هكا ظهر لنا نحنا هكا ظهر لنا معنى هالي بقى بيعني ناخذوا قضية متاع تآمر تآمر على امن داخلي على امن الداخلي على امن الداخلي به نحن نعرفوا اللي المحامي عنده يقرأ دوسي هكا ولا صحيح معنى انت يشوف العناصر المكونة للملف الكل حد الان نحنا متفاهمين ما تفقين بحي القضية اللي قاد نحنا قاعدين قاعدين نحكيه عليها هذيك اللي ما تتسميش هيه نحاولو منبسطوا التهمة هي تآ امرنا انا وليد على زينب ما? ما هي تخيلت انا للحبس وليد ما تخيلش للحبس خاطر وفي الاثناء تخرج زينب اللي نحن متآمرين عليها تقول راو آآ يا جماعة راو ردوا بالكم راو آآ وليد خاتي خاطر عندو آآ جنسية معاينة ولا خاطر آآ سيفير وديبلوماسي وكذا و باه قعدت انا سيدي في الحبس عملت محامية اسمها هاجر هي 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 توزينب كي حطتني في الحبس من المفروض وقفت عملية التآمر ولا انا بصدد التآمر وهي فاقت بي وحطتني في الحبس ما هكو اللي جيب انا هاجر محامية تشوف الملف في الكل وتشوف عناصر الملف والمؤيدات والسماعات والتسجيلات ودوبل اكس ودرا اشنوة وهذا يدوم لمدة اشهر بعد تعمل هكا زينب تضرب على راسها وتقول اه حقا تي ما حتى هاجر طلعت تتآمر اي هاجر ايزا ايزا الناس معك وبعد ما انا سمعها با هاي تعريش كيفيش آآ هاوكا ساعة ما تسافرش وماذا بيك ما تظهرش في الاماكن العام هذا الهذا تقريبا اللي صار مع آآ فرق وحيد هو انو انا قبل ما هاجر هي المحامي الثيلس امتاعي خاطر عندي زوز محامين قبل اللي هما آآ سيب الحاج آآ سيب الحاج وارغاب الحاج وارغاب الحاج وغاز شويشي اللي اللي ملو ملولو ما 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 تحطوش معانا ما تحطوش في الحبس كانوا محامين اللي الناس اللي تم ايقافهم وكيف كيف شافوا الميلفات شافوا الياحد شافوا كذا وداروا في البلاتوات يقولوا رو ميلفات اغلو رو ما حد شايفهم المحامي الثالث قولنا له آآ كذا ولكل ان يستخلص ما يريد من آآ من آآ من آآ درجة الجدية متاع زينم في مسألة التآمر عليها. آآ 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 القضية كي ما ذكرت مروين عندها اشهر بدات الايقافات في فيفري. آي. في ستة فيفري كان ذكرتي صحيحة كي نحسبه من فيفري لليوم نحكيه على ثمانية اشهر. ماشيين في الشهر الثامن. آآ آآ الى حد الان كل المعطيات اللي قاعدين نتحصل عليها هي جي من هيئة الدفاع. ماشي. دائرة الاتهام حتى التوى آآ ما اسمعنا هاش. مارينة منها حتى قراءن. مارينة منها حتى ادلة. او ما يمكن اعتباره حتى دي فيسو دو 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 بخيزنبسيون. معنى ما يمكن اعتباره بداية قراءن. آآ آآ ما نعرش الى متى سيبقى هذا التعتيم زيادة على عدم التداول الاعلامي في هذي القضية. ما نعرفش. ما نعرفش وليد بالحق ما على كل حال آآ فما ما حاشتين ما انتم مهمين. الحاجة الولانية هو انه القضية هذي ما يجب مش تتنسيه. لانها خطيرة جدا. يعني مزلت عندي ثيقة في عندي ثيقة في الدولة وعندي ثيقة في القضاء التونسي. بعد كي يجيه قولوا راو تآمر على امن الدولة الداخلي. معنى تهراو ما زلت نعتبر انه انه من المفروض تكون فهمها حاجة خطيرة جدا. معنى حاجة متاع حمل سلاح وحويش حويش بالطريقة هذي. فالحاجة الولانية هو انها ما لازماش تنتنسيها القضية هذي. والحاجة الثانية في وقتا من الاوقات الدولة التونسية مجبرة آآ على انها تعطي الرواية متاحها في المسألة هذي. ونسطر على كلمة مجبرة. ومش بش آآ مش بالمزية ومش بالليمة وكتعرف ابحاث وليليها. مجبرة لانك القضية هذي قضية رأيه عام وهذي وقضية بيعني اثارت آآ برشة ردود فعل ومست ايضا من من صورة تونس في الخارج. نعم تراو انتي كيتاخذ معناتها كيتاخذ الريسك بش تلعب بصورة بصورة تونس في الخارج. ابسط الاشياء هو انك تفسر من بعد. في الاثناء حكومة احمد الحشاني تفكر في دفع المبادرة الخاصة. اتفق عديد من الوزراء في حكومة احمد الحشاني ومشرفون على هيكل عمومية على مواصلة التفكير في وضع سياسة وطنية جديدة للتمكين الاقتصادي ودفع المبادرة الخاصة والتنسيق مع ممولي هذه البرامج وضمان نجاعة تنفيذها وطنيا واستعرضت الجلسة نتائج الدراسة المنجزة بالتعاون مع منظمة العمال الدولية حول برامج التمكين الاقتصادي وريادة الاعمال للفئات الهشة وتقييم مدى نجاعتها في بعث المشاريع الصغرى واكد الوزراء في السيقاظية على اهمية هذه البرامج في الاستراتيجية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية مما يتطلب مواصلة التشاور حول السبول الكفيلة بدعمها وتحسين نجاعتها ومردوديتها وتوفير متطلبات استدامة المشاريع المنجزة ولاحظوا انه هذه البرامج تحظى بدعم سياسي قوي وتحتاج الى دعم اكبر خاصة على مستواء التمويل والتكوين والمرافقة والمتابعة للمنتفعين مما يتطلب التنسيق مع مختلف الاطراف المتدخلة سواء على المستواء الوطني او في علاقة بالمنحين وشركاء المليين والتقنين وشدوا على ضرورة تعبئة المزيد من الموارد المالية واللوجيسية في اطار التعاون الدولي الثنائي ومتعدد الاطراف او مع الهيئات الاممية ذات العلاقة بالتنمية البشرية والمستدامة بما يساعد على توسيع نتاق هذه البرامج وتعميمها والاستجابة لطلبات الراغبين في الاستفادة منها مروين عرقيل دفع المبادرة الخاصة نعرفوها العرقيل قدام التمكين الاقتصادي نعرفوها عرقولة عرقولة بالعرقولة بالضبط كل عرقول نعرفوه هو بالرغم من هذا ما زلنا نفكر في سياسة وطنية لا اتفقنا على مواصلة التفكير في وضع سياسة مم رد بالك منا يزمناش نحقروا نحرقوا المراحل مم مكتعرف بشوي بشوي وهذا وهذا كيفاش هي نسطل فيها وهي زي نبتقرأ معنا يتطلب مواصلة التشاور حول السبول الكافيلة بدعمها وتحديم معناتها هجعت في العقل بشوي معناتها جوز نعمل ملاحظة هكا صغيرة على الكلام اللي كنا نسمعوا فيه في زوز مناسبات عنا دفع المبادرة الخاصة والتنسيق مع ممولي هذه البرامج اللي نعرفوها مش كون ممولي هذه البرامج وفي علاقة بالمانحين والشركاء الماليين والتقنية وهكا وليه مش هذوما اللي يعطيونا في الاملاءات ومش هذوما نحنا لا نقبل بالصدقة ودريش نوها ومش هذوما اللي يحبوا يعبع فولنا يحبوا جيوا لهنا قلنا لهم لا ما تجيش طاو نشوفهم بعد هاي برا طاو برا نسق مع ممولي هذه البرامج مش بش تقولوا عطيني عطيني فلوس خلنا دفع المبادرة الخاصة وحنا هوني موجودين في فضاء متاع مبادرة ومتاع دي ستارتوپور سباح نحكي مع ستارتوپور جستمون اللي كان في بلاد أجنبية وروح لتونس بش يعمل مشروع اللي يحب من خلاله هو يمشي لأفريقيا قال لي لقيت روحي بش نوصل لأفريقيا يزمني نخرج من تونس الساعة يزمني نعمل حتى راو في شمال أفريقيا لكن خارج تونس لأنه قتله عليش قال لي على خاطر هنا عندك العرقيل اللي كنا نحكيه ومنهم مثلا موضوع قانون الصرف اللي هو العشر ألف فرنك اللي بش تدخل من بره يزمها من عرش قديش من ورقة وتصحاحها والدينار اللي بش تبعثوا البره يلزموا من عرش قديش من لجنة هذية الكله يقول لك ما نجمش أنا نخدم على السوق الأفريقية بالرغم من اللي سوق واعدة وبالرغم اللي عنا كيفاش عنا ما نبيعه لكن في الأثناء ما تنجمش من تونس تعمل هذا الكل على خاطر العرقيل اللي نحكيه عليهم اللي احنا فيش قاعدين نعملوا قاعدين نواصلوا في التفكير في وضع سياسة وطنية لدعم المبادرة الخاصة تناحية كلاوراق والبابراس وكالتعطيلات الإدارية اللي عاملهم للعباد واللي تضيع أكثر من خمسين في المية من وقتها ومن جهدها ومنطقتها في مشاوير إدارية ما عندها حتى فايدة هتوا تشوف المبادرة الخاصة كيفاش تتنفن في أمورها هاو حاجات سهلة هذية تطلب أي معناها تطلب يزم تكون قاري بولي تكنيك بش تعمل الشي هذا نحن بلاد منزلنا نعملوا في وليد وتشد نهار كامل صف في بلدية بش في الأخير يجي مواطني مدلك كرن يقدل ماهي بش أنت يتصحح فيه بش يقول لي أنت هو أنت هي رئيسيه لبرشة معناتها الحكاية معناتها نجمو نمشيو لأي مدير مؤسسة سواء كانت ستارتوب وإلا عطار وإلا جروب كبير قديش نسألو قديش تعدي وقت أنت في النهار تخدم في خدمتك في خدمتك يلزمك تخدم في صلب المؤسسة متاعك حسب الإجابة نفهمه بعد ما يكمل وراقه يكمل ودرش وكما كذا وكما شوف يلقاش هاكا نصيف ساعة في النهار بش يخدم خدمته والله حاجة لفتت انتي بهي ونختمه بها قال لي بالرغم من هذي الكل بالرغم العرقيل هذي الكل لكني بش نقعد في تونس وبش ننجح من تونس معناها يوريك في بعض الأحيان كان موش الإيرادة متاع آآ الناس اللي بالحق تحب تنجح راو ما تنجمش تنجح للأسف دونك يلزم تتمسك بيديك وسقيك وفي الأخر آآ بالرغم من كل هالعرقيل هذية تلقى دي ساكس ستوري اللي هما آآ يجب الإشادة آآ بيهم وليهم كل التحية بش نسمع عناوين الأخبار اللي بش نقاوها بأكثر تفاصيل في نشرة مفصلة مع ستة ونص مع سهيلة السمعي بيك وليد مرحبا بالنس اللي يسمعوا فينا الكل في نشرة ستة ونص بش نرجع أكيد على آخر المستجدات والأحداث اللي صايرة في فلسطين وين صواريخ توفن الأقصى تصل إلى شمالة الأبيب والاحتلال يعلن حصيلة جديدة لقتلها ضربات صاروخية من جنوب لبنان في اتجاه مستوطنات الشمال والهلال الأحمر تونسي يعلن عن انطلاق حملة تبرع وطنية لفائدة الشعب الفلسطيني شكرا لك سهيلة السمعي إسلام المدب في إيكو سبور واسيم بالعربي في أج دي وراجعين في لوماجا إكسبرس اشتركوا في القناة 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 ومسانده اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ملقاً اشتركوا في القناة منظمة اللي في القناة من المناسبة لا لا بالكل غالب اشتركوا في القناة الاحتفاف اشتركوا في القناة 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 سري خاصة في قضية الحال اللي نحكيه عليها عنا اوش هرق صحيح وحكيه النائب المعني وحكيه وناس اخرين وحكيه جي طاوة تعمل في جلسة عامة مغلقة شنية معناها انا للدرجة الشفافية تقلقكم كنواب شفافية في شنو هوت فصوم بشي جلسة لي رفع الحصانة على النائب هي فمش عليش تكون مغلقة بالعكس رفع الحصانة على النائب هذه حاجة تهم للناس كل مبدئيا ومن المفروض نتفرجوا فيها كيفاش تصير وخاصة وانه فما عدد لا يستهان به من النواب اللي خرجوا من الجلسة ذا ويقولوا على الاقل انه عدد الاخلالات اللي موجودة اللي صارت في الجلسة هذه حاجة لا تحصى ولا تعد هذا كلام هذا كلام سمعناه بعد الجلسة لكن لا يمكن لنا كصحفيين كاعلاميين كرأي عام انه تحقق من الموضوع خاطر ما شوفنيش ما ما عارفوش هذا من ناحية من ناحية اخرى اه السيدي عندك اه ثمانية واربعين نائب صوت بنا عام ثنين وثلاثين اه عارض وزوزح تفضوا هاكا ولا اه هم 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 هدوما سيدي يجيوا ثنين وثمانين نائب وين هم الاخنين ولا ما نعرف في قرار في جلسة بالاهمية متاع اه سحب الحصانة عن نائب معناتها القرار هذا يا تم اتخاذه بالنعم باللي عارض باللي يحتفظ بنصف اه نواب البرلمان تقريبا هم مية واش وستين مية واش وخمسين لا هم مية وواحد وسبعين اذوك لا لا هم مية وواحد وستين وقعدوا ناقسين سبعة يظهر لي لا لا هم مية وواحد هو نرمال ما يظهر يكونوا مية وواحد وسبعين وقعدوا واكل البلايس الفارغين هم ثمانية ولا تسعة ولا يدخلني الذاكرة دوك يقعدوا مية واش وستين اي 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 والاخرين وين هم هالنواب اللي بشي عملوا ثورة تشريعية وتعوا تشوفوا نحنا مناش كما الاخرين وكذا واحد يتنحى نائب معناها مش يتنحى تترفع الحسان على نائب اه على خاطر ثمانية وربعين نائب قالوا ايه من جملة اه تقريبا ثمانين نائب ايه هذا هذا معقول شا قاعدين يعملوا بالضبط من جملة ثنين وثمانين نائب نطرح السؤال معنات هالاخرين شا قاعدين يعملوا هذو مع الله خلهم شاوبوا معنات شاركوا في التصويت بطريقة او باخر مع معارض حتى احتفظ سيدي ميسيلش ولو انو ما نفهمش معنا شو نائب يجي يحتفظ في مسألة بتعرف حسانة اي ما تترفعها ولا لا شنو نحتفظ ما لكن سيدي ميسيلش نمشيو في الاخرين اه سبح وريق دين فراجة شنو هل هذا معناتها اللي باش اه هذا اللي باش يقينا شر الاتكمبين والتمكميك متاع البرلمان الخايب الاخر اذاك اللي لا يمثل الشعب هذا يمثل الشعب معناها حكينا قبيلة على منظمة الكونيكت باش نحكيو على اتحاد الفلاحة والصيد البحري وقرار بتجميد عضوية انيس خربش مصدر مسؤول باتحاد الفلاحة وصيد البحري صرح المزايكة فهم انه المكتب التنفيذي الموسع المجتمع بتاريخ سبعة سبتمبر اتخذ قرار تجميد عضوية انيس السبعة اكتوبر عفوا انيس الخربش بمجلس المركزية بالمجلس المركزي للمنظمة ويضم المكتب التنفيذي الموسع اربع وعشرين معضو ممثلين للمكتب التنفيذي الوطني واربع وعشرين عضو يحملون صفة رئيس اتحاد محلي عن ولاية تونس وفق ذات المصدر فانه قرار تجميد عضوية الخربش بالمجلس المركزي لاتحاد الفلاحين يعد غير قانوني لتنقضه مع النظام الداخلي للمنظمة لنص على اتخاذ قرار تجميد العضوية من قبل لجنة النظام لا من قبل المكتب التنفيذي الموسع ووفق القانون الداخلي للمنظمة تم بثق لجنة النظام عن المجلس المركزي لمنظمة الفلاحين اللي ينتخب تركيبتها ولكن المجلس المركزي للمنظمة لم يجتمع منذ تاريخ انتخابه في المؤتمر الاخير المنعقد في ماي المنقضي مروينا انيس الخربش كان من ضمن المترشحين لرئاسة المنظمة في الانتخابات اللي صارت ما عندهاش برشا اليوم قرار القرار بتجميد عضوية انيس الخربش بالمجلس المركزي للمنظمة وكما كانت تحكي نتاوه زينب يقول لك القانون الداخلي للمنظمة يقول لك تم بثق لجنة النظام على المجلس المركزي الذي ينتخب تركيبتها ولكن المجلس المركزي المنظمة ما اجتمعش منذ تاريخ انعقاده منذ تاريخ انتخابه في المؤتمر الاخير في شهر مايه مفهمتش عليش انت وزينب مزلتو شدين صحيح في مسائل الانظمة الداخلية دي وتعتبروا فيها معنا تعتبروا ليهي حويهي جزب تبعوها الناس يميل عليش حاطسينها لزينة لزينة ربيعش يكون ايوانو النظام الداخلي متاعك ايس ديها تفضل هاك هاو بلو يشرب ماه هاك هاو واذي كهيت اخي اخي هال المنظمة العريقة هذيها الاتحاد الاتحاد الفلاحين باهي اللي قاعد يصير فيها تاوه معناها تقصد تاوه تقصد في منذ منذ اشهر هذا راوه هذا بش بش ساعة مايتفهمش كلامي بالغلط هذا راوه لا يعني بتاتا انو وقت اللي كي كان سيعاب المجيد الزار اه رئيس الاتحاد هذيه رئيس المنظمة هذيه كانت لامور وردية وكل شي لا بس وامورنا واضحة لا ابدا ما نفهمش ديار كيفاش نجم يكون يعني عضو مكتب تنفيذي متاع حركة النهضة يترأس منظمة بهذا ال بهذه الاهمين سيح حتى ذا يتاوه على جنب اخي مش جينا بش نصلح ونحنا مش الرئيس بيدو قال لا والله فما فساد وكذا وبدأ وحطينا رئيس اخر تقريبا بالقوة واحد شد الفاش فيسبوك والاخر عنده والاخر عنده الكاشي والاخر في يعني في صورة اه خايبة برشة على تونس وعلى المنظمة هذيه وعلى كيفاش تمشي وعلى كذا بعد هذيه الكل كي نجيه ونحن نجمدو عضوية اه معارض بين ظفرين في وسط في وسط المجلس هذيه وكانت له من الوقاحة القدر الكافي بش يقدم ترشح ويحب ولي رئيس الاتحاد رئيس الاتحاد الفلاحين على هذا معناه اه نستغربوله طوى معناه حاج طبيعية جدا حاج عادية جدا طالما اه العبث يحكم وطالما اه مزال في امخراخنا اه الهدف الاسمة ليس بناء المؤسسات بل تطويعها لمصالح معينة هذيه كل رأوا كيما كيما شفنا كيما حكينا بكري على البرلمان كيما ولو انه موازين القوى ممكن تختلف شوية كيما حكينا على البرلمان كيما حكينا نحكيه بتاو على اتحاد الفلاحين كيما نحكيه على الاعلام كيما نحكيه على القضاء كيما فما هتحد رأوا جاء معناه قال اه انا بش نبني مؤسسة قضاءية ما على السابق ان ياخدوا القضاءات نبعدوا على ذوم يقول انا بش نبني مؤسسة قضائية مستقلة وبش نعطيهم الموارد اللازمة وتقعد تخدم حتى بعد ما انا نخرج من الحكم ولا نتوفى ولا لهو حتى حد ما عمل الكلامة ذايره الكلها اه حاولت فما شكون نجح فما شكون ما نجحش فما عمل فما شكون عمل اه اشتر نجاح فما الكلها حاولت انها تطوع القضاء تطوع الاعلام تطوع الاتحاد تطوع اتحاد الفلاحين ونحن مجيه فبالتالي هذا الانسيدان هذا في وسط اتحاد الفلاحين ما هو الا يعني نتيجة منطقية تماما لتصور معين مش ملاحظين اللي عنا تقريبا مديدة ما احكيناش على الهجرة غير نظامية اي صحيح اللي هي ركنقار من المفروض اه عنا مديدة تلهينا تلهينا في في التفن لا مش جمع البارح بارك بالبارح اتنين واليوم ثلاثة جمعتها سيدي منظمة هيومن رايت باك عليم فاس حيح منظمة هيومن رايتس ووتش اللي تحكي على الحرس الوطني التونسي وتارده على نحو جماعي لعدد من الموزرين منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم أن الحرس الوطني تونسي ترد على نحو جماعي أكثر من 100 مهاجر قدموا من دول إفريقية إلى الحدود مع الجزائر بين 18 و 20 سبتمبر الماضي وفق شهادات جمعتها المنظمة الحقوقية ترد هؤلاء المهاجرون ومنهم أطفال وطالبوا لجوء محتملون بشكل غير جماعي وتركوا دون طعام أو ما واعتبرت المنظمة أن العملية هذه قد تشير إلى تحول في السياسة التونسية حيث كانت السلطات في السابق تطلق سراح المهاجرين الذين يتموا اعتراضهم في تونس بعد إنزالهم وقال بعض المهاجرين بحسب المنظمة أن أعوان الحرس الوطني ضربوهم وسرقوا ممتلكاتهم بما فيها هواتفهم وأموالهم وجوازات سفرهم اختير الكلام اللي يتقال أولا طرد جماعي ما يقارب المئة مهاجر ثانيا زيادة على طرد نحكيه على ضرب سرقة ممتلكات بما فيها هواتف وأموال وجوازات سفر هي هو لمحالة ما نتصورش وأنه هالممارسات هذية معناها ترتقي سياسة الدولة ولا ترتقي إلى مستوى سياسة ممنهجة يعني يتم تطبيقها على المهاجرين ذوما ولكن في حقيقة الأمر التعامل هذية نتعال السلطات التونسية مع المهاجرين وبالصحراء هو هو في الحقيقة يوري أنه لا حيلة للسلطات التونسية في مجابهة ما قررت أنه خطر ده يعني تجيت السلطات التونسية قالت واحد فكرها في وقتها وحدنا كاكا نظهر بنا حد ما كلمنا حد حد قلنا حقا ما وفما تدفق الكلمات حتى ما نحبش حتى نعاودهم معناها التدفق متاع مهاجرين لجنوب صحراء وتركيبة ديمغرافية والمقاربة الأمنية وحدها لا تكفي وحملنا نحن القضية واللينا أمام ما اعتبرناه خطر خطر دهم وثمانية أشهر بعد هال ريفيلاسيون ديها معنا تخطر نحن في فيبريا الفين وثلاثة عشرين فقنا بالهجرة غير شرعية تركيبة ديمغرافية فقنا وقتها اللي هي رأيت نجمة تكون مشكلة معنا فهم يتركوا جميع كيما يقول أما ثمانية شهور بعد ما ابتكرنا حتى حل ما ابتكرنا حتى طريقة تعامل أخرى غير أولا المعاملة الأمنية الساعة والمعاملة الأمنية في حد ذاتها تتبدل في حد ذاتها معناها ما باليد يحيلها معنا بالحق شنو تحبهم يعامل على أمل كيما تكرت أو كمرة هزينا هزينا مهاجرين للحدود مع ليبيا وصمنا بلادنا بك الصورة الأنتوز ذيكا متاع المرأة وبنتها اللي هي رأي فضيحة معناها بجميع المقاييس وبش تقعد ذيكا لاسقة في تصوير التونس إلى الأبد للأسف الشديد هاو مرة هز للزير هاو مرة معها يعني خطابات سيادوية كثيرة الضجيج لكن فارغة المحتوى على أمل كيما ذكرت ماروين كوني وما تكون السياسة الدولة وإنما مجرد أحداث معزولة بالرغم اللي هذا لا يبرأ مقتر فيها من جرم حقيقي وكبير جدا شكرا لك ماروين شكرا لك شكرا لك